ترجمة نانسي قنقر تعتبر مملكة البحرين إحدى الدول الرائدة في العالم التي أدركت أهمية توظيف التطورات التكنولوجية من أجل خدمة مكونات المجتمع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال وشركات وقد اتخذت حكومة المملكة خطوات بارزة لضمان تعزيز التحول الرقمي في القطاع العام والتركيز على الأساليب والتوجهات التشغيلية المرتكزة على تطوير الخدمات وخدمة المواطن لا سيما في ظل المتقيرات السريعة التي تستوجب وجود التحول الرقمي فقد تميزت هذه المرحلة بوضع ملامح وتنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية والتي تم تحديدها بدقة وتم وضع الأهداف والمؤشرات الأداء الرئيسية ويعمل قطاع التحول الإلكتروني بمسؤولية لتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين وذلك عبر استخدام منهجيات إعادة هدسة العمليات جنبا إلى جنب مع منهجيات إدارة التغيير مستفيدة من التطور الكبير في مجال أنظمة المعلومات ولا تنتهي حدود عمليات التحول الإلكتروني عند الوزارات والهيئات الحكومية بل يمتد تعاون هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في هذا الشن إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ المبادرات الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم خدمات حكومية متكاملة تلبي احتياجات المستفيدين من كافة القطاعات والتي من شأنها تطوير الأداء المؤسسي بالجهات الحكومية وفق معايير الجودة الدولية